قال تعالى لقد من الله على المؤمنين نعم تفضل عليهم إذ بعد فيهم رسولا منهم لماذا يثلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة الإسلام ظاهرا وباطنا كاملا وشاملا إنما هما ثلاثة أصول ثلاثة أصول من منكم لا يعرف حديث جليل عليه السلام الذي رواه البخاري ومسلم حيث يقول الصحابة فيه بينما كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل لا نعرفه شديد بياض الثياب ولا يرى عليه أثر السفر فجلس بين يديه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخده يعلمنا أداب العلم وطلبه حسن اللباس والأدب والتوارب والرفق لأحل الأيل ثم سأل عن الإيمان فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال أركان الأمام السبب وجبليل ويقول صدقت فقال الصحابة عزبنا له يسأل هو إن صدقه ما عرف من هو ثم سأله عن الأصل الثاني ما الإسلام فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام ثم سأله ما الإحسان ما الإحسان الأصل الثالث الذي غفلنا عنه ولا نتحدث عنه وهو الأصل الثالث من أصول الدين ما الإحسان يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فهو يراك ثم خرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم أم تعرفون هذا الرجل قالوا لا يا رسول الله قال هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم ونحن في هذه المذاكرة سنتكلم عن هذا الأصل الثالث كم نحن محتجون إليه ما هي التزكية ما هو مقام الإحسان وكيف تكون ومدى خطورة إغفال هذا الجانب نبدأ بالقرآن العظيم ربنا سبحانه وتعالى يقسم في القرآن قسم كرره سبع مرات كم كرره؟ سبع مرات إذن هذا الأمر عظيم جدا الله سبحانه وتعالى أقسم في القرآن سبع مرات على أن ما هو؟ قال تعالى والشنس وضحاها وحد والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يرشاها والسماء وما بناها والأرض وما ضحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ما هو القسم؟ أين جواب القسم؟ أقسم سبع مرات بالسماوات والأراضين وما بينهما وبنفس الإنسان لماذا الجواب؟ قد أفلح من سكاها وقد خام من أساها هذا هو الجواب منخص مطلوب الله يريد أن يؤكد لنا في كتابه هذا بيان واضح أن الذي لا يهتم بتزكية نفسه فقد خاض وخسر في الدنيا والآخرة ولن يفلح ما معه الفلاح؟ هيا على الصلاة هيا على الفلاح الفلاح في رغة العرب هو أعلى درجات الفوز أعلى درجات النجاح أعلى شهادة يحصل عليها الإنسان في الدنيا والآخر هذه نصيب من؟ الدكتور؟ المهندس؟ المحامي؟ الرئيس؟ رجل الأعمال؟ الغني؟ صاحب السيارات؟ إذن لمن هذه الشهادة؟ من الله بقسم من الله جل وعلا إن هذا الفلاح كل الفلاح لن يكونه إلا لمن زكى نفسه فقال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاض من دساها ما معه من دساها؟ أي من أهانها أهانها بالمعاصي وأهانها بالشهوات وأهانها بالغفلة وأهانها بصحبة أهل السوء وبالمجالسة أهل الظلمة دسها وقد خاض لماذا؟ لأنه دس نفسه بين الرغينة التزكية ما تعرفها هي أن تتخلى عن كل رضيلة باطنة وظاهرة وأن تتحلى بكل فضيلة باطنة وظاهرة التزكية في لغة العرب زك الشيء أي طهره ونماه ما معنى التزكية؟ الزكاة يعني النمو يا ابن آدم أنفك أنفق عليك لذلك سميت الزكاة والمراج بالتزكية هنا التطهير فترتفع وتنمو وتلقى ولكن هناك قانون لتزكية النفوس لأن ربي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث الصحية اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت خير من زكاها قال بعد هذا الدعاء دعان أخر اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع إذا اشتغل الإنسان بغير العلوم الشرائية حتى غفل عن العلم الإلهي فلا يستطيع أن يزكي نفسه فلذلك تعود النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع ماذا تكون علوم الدنيا لا تنفعك إذا اشتغلت بها اشتغالا يمنعك من أن تتعلم عقيدتك وتتعلم الحلال والحرام وتتعلم كيف تزكي باطنك فلذلك قال اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع والعلم النافع فيما رواه أبو دارود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم ثلاثة آية محكمة وسنة قائمة وفضيضة عادلة أي علم المواريث وما سوى ذلك ففضل يعني هذه الأصول الكتاب والسنة وما تفرع منهم العلم وعلم المواريث وما زاد على هذه العلوم فهو علم طيب ولكنه فضل يعني ليس هو الأصل هو الفضل الأصل العلوم الشرعية ومن هنا أنبه كثيرا ما يستدل بعض الخطباء بآيات أحاديث في فضل العلم ليبينوا علوم قيمة علوم الدنيا فنقول لهم انتبهوا لماذا تبين لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما ماذا قال من يرد الله به خيرا يوفقه فالدين أحسن فالدين فالتكنولوجيا فالهندسة كله ضي اقرأوا ذلك ليس هناك مشكلة الإسلام ليس ضد تعلم هذه الفنوات ولكن هذه الأحاديث واطحة المعنى حديث آخر صحيح من روى؟ روى داود وابن حبان ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أي خلفاء الأنبياء فما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء اسمعوا الحديث وفقوا دينكم إن العلماء لم يورثوا درهما ولا ديارة وإننا ورثوا العين أي علوم الأنبياء ما هو علم النبوة؟ هو علم التوحيد هو علم العبادات هو علم المعاملات هو علم المعاشرات هو علم القضاء هو علم الاقتصاد هو علم الجهاد بسبيل الله هو علم دزقية بالنفوس هو علم الأخلاقيات هذه علم النبوة ركزوا علم النبوة ماذا تتكلم؟ علم الشريعة الإسلامية إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا ديارة ولكن ورثوا لعلمه فمن أخذ به فقد أخذ بحفظ واكري أخذ ماذا؟ بحفظ واكري ما شمرا الحام كلمة حام؟ يعني صاحب الزهر العظيم رجلاني مزهبا فقط لا تالي تنه ويتمون سنحبوا عزهادة نعم نحكي واذا مزهبا؟ لا صاحب الحظ العظيم والحظ الوافد لا فائد لهم أما الأول فقد تلوته في صناة المغرب فلا تعرف ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداده كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم إلا من الوافد رحيان 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 ومن شكرا